أمس انتشر فيديو للشخص يملك عين أشبه بالسيف الحادث الفيديو سبحان الله فيه أشياء عاجز تستوعبه أبيوريكم الفيديو الحين وشوفه وقوة عين هذا الشخص كيف قصة الحديد قص عين مرعبه قادري على القتل وأبيقولكم وش الأشياء اللي عاجز تستوعبه بس بعد ما أوريكم الفيديو مسكوا قلوبكم وشوفوا لي الفيديو شاء الله هب الحديد أشبه بالمستحيل قطعه أو كسره والرافعات ينصنعن بدقةه وبحديد مقوة لا يمكن كسره يعني نسبة الغلطة والخطأ أقل من القليل بس مو هذا الغريب الغريب والي مطير عقلي أنه قال ما شاء الله بالبداية وذكر الله شاء الله باقي ما شفتم شيء هذا أول فيديو في مقطعنا اليوم راح أوريكم مجموعة مقاطع مالا تفسير السلام عليكم الله يسعد وقتكم كل خير ترويز قرت كل الفيديوهات اللي جايبهم السراحة جايبهم منكم ومن نشناتكم بالتوك توك واليوم جايبتي جميع الفيديوهات من اللي وصلت جمعت فيديوهات مرعبة حال غريبة يعني في جنب الفيديو اللي يخاف ما أنصح والله يكمل نصيح من أخوك بالإسلام المشكلة أني واجد أقرأ تعليقات من الصغار يكتبون أنا عمري 9 سنوات وما أخاف يلا عوافي إذا كنت قديم تعرفا أسعدا بقيت معلك أمر وإذا كنت طيف جديد على قناتي اشترك عندنا إذا كنت تحبل أشياء خاصة الخارج عن الطبيعة أنا بيبسي ومسكي قلوبكم وخلونا نبدأ ثاني فيديو قبل أوريكم الفيديو أبكلكم كم معلومة والله أعلم من صحة هذه المعلومات ولكن كما يقال يقال أن في قرى خاصة للجن والله أعلم في قرية قريبة من الحفر اسم قرية الجن وفي قرية أخرى قد زارة مغامر وصور رغم القرية مهجورة ولكن هذا الشخص ما أدري وش يملك من قلب وقرى واجد انهجرت بسبب الجن والله أعلم كما يقال مو هذا موضوعنا الحين الحين بيوريكم فيديو بأحد قرى السعودية الله ما أزل عليكم الفيديو من أغرب الفيديوهات اللي شفته كأنه ساحر ضخم يركض أو يطير أو يقفز فوق الجبال شي مو طبيعي سبحان الله فيه مخلوقات بالكوم ما نعلم أحنى ولا ندركها سبحان الله وأهل القرية هذكروا أن هذا الشي طبيعي ودائم يصير حول الجبال صدقوني مو طبيعي امسكوا قلوبكم وشوفوا وقيموا اشتركوا في القناة اشبه بالمستحيل ان هذا الشي طبيعي وش هذا الكائن الضخم اللي يملك اجنحه ويطير فوق الجبال بشري مستحيل يسوي كذا يقولون في سؤال نادئ دائما نطرح يقول هل نحن واحدنا ثلاث فيديو وجد هذا الفيديو يطير العقل تم تصوير هذا الفيديو بأحد اماكن العاملين المراقبة بالكاميرات والفيديو تم تصويره قريب جداً ب2021 ازباله اعزكم الله تم دفعه بشكل مريب وبالنهاية ازباله صرت تمشي من نفسه ادري وانت اسمع ان اتكلمت حسبا مجنون لكن حرفياً ازباله اندفعت وتحركت بدون لا احد يحركه او يدفعه ما اقدر اوصف الموقف بسم الله عليك امسكلي قلبك وشوف لي الفيديو موسيقى 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 لاحد يقول ان هذا هواء لان لو هذا هواء كان فيه غبار ثاير او ملابس الشخص تتحرك على الاقل شوي او نقول تطيح ازباله اعزكم الله لكن هذا ورا ازباله شخص يدفه وراه احد يدفعه حتى انا مخرعاً الا النهاية جد ازباله وقفت وتحركت ما انت شوان حركة حركة يعني وراه احد يحركه سبحان الله سبحان الله هذا اللي اقدر اقوله رابعاً ابحاول اوضح لكم بشكل سريع في لعبة مشهورة اسمها الويجا عبارة عن لوح لتحضير الشيطين ما ادري والله هي تنجيم او استدعاء من يعارف وشي للامانة بالضبط لكن هذه اللعبة مشهورة ولها افلام واجد ولا انا عارف ايضاً حكمه بالدين بس نصيحة مني ابعد عن هذه الاشياء ولا حتى تبحثون عنها ربي تعطيكم بس معلومات عشان تفهمونا الفيديو ايضاً هذه اللعبة ما يقدرون ان يلعبونها لا اقل شي شخصين فاكثر وهي عبارة عن لوح وبو احرم مدري كيف يحركون لين ما ينادون الروح اللايك في نشر ويحفظ نوي حمينا لكن المقطع اللي بوريكم اياه وغير ثلاث بنات جلسين يلعبون هذه اللعبة وفجأة واحدة من صديقاتهم انسكنت اثناء اللعبة كأن تلبس الشيطان وتغيرت ملامحة وتغير شكلها فيديو مرعب شوفوا الفيديو الفيديو مو شرط يكون حقيقي ولكن ايضاً معروف عن لعبة الويجا وفيه اكثر من فيديو انا شايفا في حتى مغاربه لعبه عادي اللعبة وصار لها موقف حتى انا شايف واحد هو يلعبه نزف خشم دم عزكم الله كثير تصير محا مواقف للعب وهذه اللعبة مرعبة وحتى في بعضهم يتصرع ويجيه مثل الصرع كذا ما دي شلون مثل الجنون حماني وحماكم الله خامساً واخيراً ابقلكم شي لازم تعرفونه القطة سبحان الله من الحيوانات الطاهرة حتى سبحان الله يجوز بالدين انك تربي القطة وحتى سبحان الله القطة تعتبر من الحيوانات المحببة الى الرسول عليه السلام وحتى كان الرسول عليه السلام كان يتوضى من الماء اللي شربت منه القطة ويعتبر طاهر واحد الصحابه ابو هريره اسمه ابو هريره اقتباس من لفظ الهر اللي هو القط طيب بعيداً عن كل هذا ولكن يبقى القط من الحيوانات ايضاً المحببة الى الجن والشياطين اللايك في نشر القط لحظات يصبح كأن سبحان الله مرعب نفس هذا الفيديو اللي رح اوريكم اياه الحين ما بيحرق عليكم الفيديو اكثر من كذا سكولي قلوبكم وشوفوا الفيديو اشتركوا في القناة الفيديو ممكن يكون مهم مرعب لكن جد غريب وممكن تكون ايضاً هذه الحركة طبيعية انا ما قربيت قط عندي ولكن جد لو شوف عندي قط يسوي هذه الحركات يمكن انهب للامانة هيئة وهيئة ياخي ما هي هيئة حيوان جد تخرع وقفت وسبح الله كأنه ملبوس وبس اهنيك من قلبي اذا وصلت لهذه الثانية هذا دليل ما شاء الله على قوة قلبك جد اليوم نزلت فيديوهات مرعب خاصة اني متكلمنا عن الويجا وعن قراء الجن وايضاً ما شفت شيء عندي مقاطع واجب بس ما ودي اطول الفيديو اكثر من كده شكراً لك على المشاهدة واذا وصلت الى هذه الثانية حط بالتعليقات هذا الامو جي بس مع السلام